مرحبا بكم أيها الإخوان في قناة كوارية في الداكرة قناة كوارية في الداكرة كتمنى لكم رمضان مبارك سعيد واليوم نشارك معكم واحدة سلسلة رمضانية يومية كتتعلق بالأسطورة النقطة في الحين المحمدي المرحوم كيرا رحمه الله بحالة الناس البسطاء اللي ربما حتش واحد ما كيترحم عليهم فابغينا ندرجوا واحدة سلسلة رمضانية هذه الأسطورة دي النقطة دي الحين المحمدي وقد ندرجوا لكم كل يوم حلقة نقطة تركها المرحوم كيرا يعني كنا بغينا ندرجها خلال سلسلة تلفزيونية مع القناة توصلنا مع القنوات توصلنا مع الجرائي الوطنية بغينا ندرجوا للمسلسلة على المرحوم كيرا ولكن لا حياتنا متنادي اليوم غدين الأول نقطة غدين لخلاها المرحوم كيرا رحمه الله اللي عرفوه الأبناء الحي محمدي في ستينات وسبعينات وحده بداية الثمانينات النقطة اللي كتعلق اليوم فكان كيرا خارج من من الدرب ديالهم من سوسيكا بالحي المحمدي الحي دي السكاكيين وقاصد المقهى دياله والمعشوقة مقهى السعادة إحدى سينما السعادة كان كيرا غادي كيرا كتعرفوا الأزيقة ديال الحي المحمدي كان يتجول وينسو جنوكت والنقطة ديال اليوم وهو كيرا كان خارج من سوسيكا وغادي في الصباح المعشوقة دياله مقهى السعادة فهو التقى واحد البائع سمك متجول بالعربة دياله هو يمشي عنده كيرا وقف هداه قال لي واش عندك الراية واش عندك سمك الراية بالفرحات عليها البائع ربما ما باعش يلاك بغي بغي يستفتح دك الصباح قال لي نعم قال لي كين الراية قال لي كيرا قال لي علقها وزاد في حالك شوفوا النقطة يعني رغادي تعيشوا معنا فهد رمضان سلسلة حلقات ديال نوكات وكيرا يعني رغادي يدخل في الداكرة ديال الرياضيين لأنه كان معشوق دياله كان كيعشق فريق الطاص حتى النخاع وكان محلل رياضي وكان كيتبع فريق الطاص في المماراية ديال البطولة الوطنية في الممشاق كان كيمشي المدون وكانوا كيرحبوا به أبناء المحمدية كانوا كيتغلوه فيه بحالة الناس هدول لم يترحموا عن المتاة واحد فإحنا أبغينا ندرجوا هد النوكات دياله ففي نفس الوقت أن ترحموا عليه الله يرحموا لي أنه وخلى لينا نوكات كنا نبادلون في الجلسات ديالنا وفي الصمر ديالنا وراكم ناس قلتوا أبناء الحلم محمدي هدر أسطورة حتوى لك الحلم محمدي خلى المشاهبوا وتخرجوا منه ناس غيوان وتقدوا مسناوة فهدى حتوى أسطورة ديال النوكتا كيرا المرحوم كيرا فكان غادي القاصد المعشوقة دياله مقهى السعادة التقى ببائع متجول ديال السمك وصوله كيرا بحل بغيشري قل ليه واش عندك الرأي قل ليه بائع السمك قل ليه كينة قل ليه علقها وزاد شوفوا تتقى واد ردة الفعل ديال هد العبقاري ديال النقطة الساخرة النقطة اللي بقي الآن كيردوها أبناء الحلم محمدي وكي يزينوا بها الجلسة دياله من نقطة ديال كيرا وانتم غاد تعيشوا معنا حلقات شيقة كل يوم نقطة طيلة شهر رمضان إن شاء الله وانتمنا أتعجبكم وكان طلبهم الله سبحانه وتعالى بشير حم كيرا اللهم جدد عليه الرحمات لأنه أسعدنا بنكة خارقة ما أتى بها من زمان نكة عفوية الله رحم كيرا اشتركوا في القناة